فريد كان شخص لطيف جداً كان طيب وبيساعد الناس وما كانش أبداً بيخلي النرفزة والعصبية تتحكم في تصرفاته عشان كده ناس كتير قوي كانت بتحبه تفتكروا فريد كان ليه صحاب كتير؟ تفتكروا؟ أكيد طبعاً صحاب كتير قوي اللطف هو أني أعمل الناس بمحبة واهتم بكل حاجة هم محتاجين لها وكون طيب وما خليش النرفزة والعصبية تتحكم فيها في ناس كتير بتفتكر أن الشخص اللطيف ده شخص ضعيف لكن الحقيقة لا الشخص اللي ما بيردش جامد وطيب وبيعرف يعمل الناس كويس معناه أنه عنده قوة جامدة جداً في قلبه أنه قلبه قوي جداً الرب يسوع لما كان على الأرض بيّن لطفه لكل الناس كان بيساعد الغلابة والمحتاجين كان بيشفي مرادهم كان بيروح للأطفال وكان بيقعد مع الناس اللي محدش بيحب خالص يقعد معاه لما تقول بعد إذنك ومن فضلك والكلام الحلو ده بتبين أن أنت شخص لطيف وبتبين أنه فيه زوق وفيه حاجات حلوة عايز توصلها اللي قدامك وفيه مشاعر جميلة جواك أنك عايز تخلي بالك منهم كمان وما تزعلهمش وده بيخلي اللي قدامك يحس بشعور جميل أن أنت بتحترمه وبتخلي بالك من كلامك معاه لما بتعمل حاجات بتساعد الناس لما بترد بهدوء على كل حد بيكلمك ده معناه أن أنت شخص لطيف فهل بقى أنت شخص لطيف؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر